بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين موضوعنا في هذه المحاضرة عن المزيد في متصل الأسانيد ونبدأ بتعريفه فنقول المزيد اسم مفعول من الزيادة والمتصل ضد المنقطع والأسانيد جمعوا إسناد أما تعريفه إصطلاحا فهو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال وهما زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال وهما مثال على المزيد في متصل الأسانيد ما روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد حدثني بسر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها هذا مثال على المزيد في متصل الأسانيد الزيادة في هذا المثال في موضعين الموضع الأول في لفظ سفيان والموضع الثاني في لفظ أبا إدريس وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم التعريف زيادة راوين في أثناء سند ظاهره الاتصال وهما وهنا زيادة سفيان وزيادة لفظ أبا إدريس وهما أما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ومنهم من صرح فيه بالإخبار ولم يذكروا سفيان في أثناء السند وأما زيادة أبا إدريس فوهم من ابن المبارك لأن عددا من الثقات أيضا رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا فيه أبو إدريس ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة متى نرد الزيادة أو ما هو شرط رد الزيادة يشترط لرد الزيادة وعدها وهما ممن زادها شرطان وهما أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها الشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا لأنه انقطاع خفي وهو الذي يسمى المرسى الخفي وقد مر معنا سابقا هناك اعتراضات واردة على ادعاء وقوع الزيادة أهمها اعتراضان اثنان الأول إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا الثاني إن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا ثم سمعه منه مباشرة ولكن يمكن أن يجاب على ذلك بما يلي أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض وأما الاعتراض الثاني فالاحتمال المذكور فيه ممكن لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك أخيرا من أشهر المصنفات في المزيد في متصل الأسانيد كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب البغدادي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم